اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين احبة في الله اينما كنتم في ارض الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتقبل الله منا ومنكم ويسر الله لكم ولنا ولابنائنا وبناتنا كل الامور اعادنا وردنا الى دينه ردا جميلا حسنا انه ولي ذلك والقادر عليه ما زلنا في كل يوم من برنامجكم اليوم اقتربت الساعة نتحدث عن علامات الساعة وما زلنا مع علامات الساعة الصغرى حيث نعيش اليوم في حديث او مع حديث ثوبان رضي الله عنه الصحابي الجليد الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان تتاعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها قيل او من قلة نحن يومها يا رسول الله قال بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب او من صدور عدوكم منكم وتصابون بالوهم قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الحياة وكرهية الموت صدق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام اولا الحديث دائما يتعلق به بعض الناس ان مسألة تراجع الاسلام في قلوب المسلمين او تراجع المسلمين في عالم اليوم منذ قرون يعني تقريبا اربعة او خمسة انما راجع لهذه المؤامرة الكبيرة التي تحيط به نحن لا ننكر حجم من يكره الاسلام ولكن القضية الاهم التي يعني لا ينتبه اليها كثير مننا هو ان المشكلة والمؤامرة هي في صدور المسلمين وليست بقدر ما هي عند الاخر يعني استنوق الجمل او استأسد الحمل لما استنوق الجمل الحمل صار اسدا عندما صار الجمل حملا فهنا تجرأ الباقي علينا بما ليس لقوته بل لضعفنا قال عمر في رسالته الشهيرة لسعد بن ابي وقاط يا سعد انما ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصية عدونا له فإن استوينا في المعصية كان لعدونا الغالبة علينا بالعدد والعدد اذا القضية وانما يعني ان ذنوب الجيش هذا برضو ايضا من كلام عمر ان ذنوب الجيش اخوف عليه من عدوه يا الله ذنوب الجيش اخوف عليه من الاعداء وهذه يجب ان ننتبه اليها لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصابون بالوهم ما هو الوهم حب الحياة وكراهية الموت والمسألة لقبلها تنزع المهابة من صدور اعدائكم منكم ليه تنزع المهابة لانه رأى ان المسلمة لا تمسكوا باسلامه نحن لا ننكر حج كراهية كثير من الكارهين في العالم للاسلام والمسلمين والنبي الاسلام ولكتاب الاسلام ولكن القضية لا ترتكن هنا فقط لكن حقيقة الامر الامر ذو شقاي الشق الاول تداعي واجتماع الامم على امة الاسلام هذا امر لا ننكر هذا يوشك ان تداع عليكم الامم كما تداع الاكرة وطلاقة صعدة هجوم كيوم الاحزاب وما يوم الاحزاب يعني بغريب عنا اليوم يوم الاحزاب الخندق لما سلمان الفارسي يعني اشار الى النبي صلى الله عليه وسلم هنا على الجانب الاخر كل اعداء الاسلام مشرك يمك الاحزاب من غطفان وهوازن وهو الى اخرة كلهم اجتمعوا على استقصار شقفة المسلمين من جانب المدينة الطائفة المؤمنة خلف القائد العظيم والمعصوم صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الجيش او هؤلاء المدافعون عن المدينة خلفهم اليهود الذين يبدلون ويغيرون وينقضون العهود وينقضون المواثيق وهذا ديدنهم منذ كريم الله موسى عليه وعن ربينا صلى الله عليه وسلم بهذا الامر ثم طائفة المنافقين اذا يعني اتجاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذزاغت الارصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك بالتورية المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اذا يوم الاحزاب يتكرر اليوم خندق سواء هو خندق العلمة خندق ان يريدون ان يأخذون الى القرية هذه التي تسمى ان العالم صار قرية صغيرة ولكن بعض من الشعوب انكرت تواجدها داخل هذه القرية هناك من عاش على حافة القرية كاليابان والصين وهناك من انكر دخول القرية هناك من يريد ان يسحبنا الى هذه القرية ويقول الحقوا فاركبوا قطار العالمة وان لا لم تحصلوا على خير ويقول بعض الذين لا يفهمون كما يقول قال المستشركون من قبل ان الغرب ترك دينه او ترك الدين فتقدم وانتم ايها المسلمون اتركوا الدين حتى تتقدموا مثلنا نقول لهم لا المسألة غير منطقية وغير خياسية انتم تركتم دينا باطلا دين وضعه البابوات والقساوسة فهذا كان تمام يعني فعلتم الصوابع عندما تركتم هذه الترهات التي تريد ان تلتصق بالدين فلما تركتم الدين تقدمتم واخدتم بالاسباب لكن كان ينقذكم ان تدخلوا نحو تصحيح مفاهيم دينكم او تدخلوا في الدين الصحيح لكن المسلمين اذا تركوا دين الله عز وجل تخخروا كنا اذل لا فعزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله اذا هذه مسألة يعني يوم الاحزاب ليس ببعيد او ليس بغريب لان صورة من الصور فنحن لن نركب قطار العالمة الا بما يعني يعود علينا نحن بتثبيت مفاهيمنا وقيمنا ومبادئنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان من علامة الساعة ان الامم تتداعى علينا كما تداعى الاكلة الى قصعتها وذلك لو حبنا نعمل احصائية صغيرة جدا عن مدى الاستدمار الذي يقال عنه الاستعمار الاستدمار الذي حصل لنا على مدى السنين تريد مثلا دولة كفرنسا احتلت سوريا ولبنان يعني 23 سنة سبحان الله من 1922 ل 1945 احتلت تونس وهي فرنسا من سنة 1881 لسنة 1951 يعني 70 سنة محتلة تونس من فرنسا الفرنسا احتلت المغرب وبريطانيا كذلك من سنة 1921 لسنة 1956 فمجموح هذه السنوات ما يقرب من 144 سنة ايطاريا احتلت ليبيا من سنة 1911 ميلادية لغاية 1951 يعني 40 عاما فرنسا احتلت الجزائر من سنة 1832 ميلادية لسنة 1962 يعني 130 سنة بريطانيا احتلت العراق والاردن وفلسطين من سنة 22 لسنة 45 واربعين مصر احتلتها بريطانيا من سنة 1882 لغاية 1954 يعني 72 سنة وفرنسا ايضا احتلت مصر ايام الحام للفرنسا من 1998 ميلادية لألف 801 اذا بالله عليكم هل ذهبنا نحن كليبيين فاحتلنا ايطاليا لم يحدث هل ذهب اخواننا في الجزائر واحتلوا فرنسا لم يحدث هل ذهب المصريون واحتلوا سبحان الله البريطانيا ولندن لم يحدث هل ذهب الشوام في الاردن وفي سوريا وفي فلسطين واحتلوا بريطانيا او السوريين ذهبوا الى فرنسا لم يحدث هذا انما اللي حدث العكس فيعني هذا الاستدمار حدث له توابع اخرى كان استدمارا عسكريا ولكن خلف استدمار ثقافي هذا الاستدمار انا اريد ان يعني نضع هذا المصطلح ما كان كلمة استعمار لان الاستعمار من العمار والعمران هو الذي انشأكم من الارض واستعمركم فيها فلنجا من العمران فالعمران سبحان الله العظيم ان ان يعمر الانسان الارض لكن هما جاءوا للتعمير لا ابدا بالعكس جاءوا للتدمير وسحب القيم والمبادئ التي عندنا بفضل الله عز وجل ولكن ثبت على الاسلام رجال ونساء ويظل هذا الاسلام غير مرتبط باتباعه وهذه من المبشرات وان تداعت علينا الامم كما تداع الاكل الى قصعتها رغم ذلك يظل الاسلام الى ان يلث الله الارض ومن عليها وهذه قضية لا نقاش فيها فاذا قضية ان من علامة الساعة تداعي الامم علينا كما تداع الاكل الى قصعتها الصحابة ظنوا ان المسألة مسألة عدد ومنذ متى نحن ننتصر بعدد او بعدد ان المسلمين ما انتصروا بعدد ولا بعدد بالعكس كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع السلام لكن المشكلة فينا نحن يعني بعض من التي نراهن من المثقفات التي يطلق عليهم من الاهل الثقافة والعلم تطلع علينا مرة يعني في الفضائيات وتقول ان التوحيد والعقيدة الاسلامية ظلمت الانثة في عالمنا الاسلام كيف ظلمت الانثة تقول يعني حتى يقول لا اله الا هو لماذا لا نقول لا اله الا هي فيصل هذا الى الكفر يعني ويعرض هذا الكلام وعندما تتصل انت بالفضائية كيف تعرضون هذا الكلام الغث والله هذه حرية فكر يعني حرية فكر في الالحاد حرية فكر سبحان الله العظيم نحن نفهم الحرية فهما خاطئا فيعني هل نترك من يقول ان الحجر الاسود والكعبة عبارة عن صورة من الصور الوثنية هل هذا كلام كلام يعقل ولا كلام يقال والله هذا كلام يعني يعني يستحيب انسان بان يسمعه ويستحي ان ننشره على ابنائنا وبناتنا فالكارثة فينا تصابون بالوهم يعني يعني او من قلة نحن يا رسول المسألة هل في العدد قال بل انتم يوم اذن كثير نحن مليار ونصف المليار احنا الان من ستة من ستة اشهر وصل التعداد المسلمين الى مليار خمسمية وستين او ستمية وخمسين مليون يعني اكثر من مليار ونصف طيب بالله عليكم الا نعيد تنظيم شؤوننا مرة اخرى الا نكون لجنة من الخبراء والعلماء يعني عندما يهزم فريق الكرة في بلد ما يمكث الخبراء يعني يعني اياما طويلة لدراسة وعقد المؤتمرات لدراسة سبب هزيمة الفريق لماذا لا نجلس ونقول لماذا طردنا من الاندرس لماذا ضعت فلسطين هكذا نستنهض الامة وتضع استراتيجية بعيدة المدى للاجيال القادم نقول ان شاء الله للقرن القادم حتى يتي ابناؤنا واعفادنا ليقبلوا الحلقات التي نحن رأيناها امامنا كهزيمة نحولها الى انتصار وتتبوى الامة مكانتها مرة اخرى لكن على كل يعني ابقوا معي ان شاء الله كي نكمل هذه العلامة من علامة تداعي الامم علينا ولكن بعد هذا الفاصل كنوا معا ان شاء الله ثم عودوا اليه لا تتعدوا عن شاشة قناة الشارقة الفضائية ونحن نتحدث عن اقتربة الساعة نسأل الله سبحانه ان نكون من المستعدين لها ومن المعمرين في هذه الارض بطاعة الله ومرضاة رسوله صلى الله عليه وسلم اهلا بكم مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن نتحدث عن تداعي الامم علينا كعلامة من علامة الساعة الصغرى كما تداع الأكرة الى قصعتها والصحابة يتساءلون من المعصوم صلى الله عليه وسلم عن القضية او من قلة نحن يوما يومها يا رسول قال انتم يومئذ كثير بل انتم كثير ولكن انكم غثاء كغثاء السيل القضية اذا ليست في العدد وانما في قلة التوجيه فلماذا كما قلت قبل الفاصل ان هم النخب في عالمنا الاسلامي ومع الحكام ومع المؤثرين في القرار وان ينتخب الناس جلسون ليدرسوا اسباب الهزائم المتتالية اسباب خروجنا من الاندلس اسباب ضياع فلسطين اسباب هذا التدهور الخلق والاعقات السلوكية الموجودة عند ابنائنا وبناتنا اسباب كثرة الطلاق اسباب العنوسة لماذا تظل ملايين من بناتنا لم يتزوجن وقد عبرت الواحدة الخامسة والعشرين والثلاثين من عمرها لماذا هذا الظلم الاجتماعي الذي بيننا هل هناك يعني كتابنا كما هو لا يستطيع انسان ان يحرف فيه سنتنا بفضل الله وصلت مكملة لكتاب الله عز وجل شارحة له كما هي اذا القضية العلماء بفضل الله المربين موجودين النخب موجودة العقول الكبيرة المفكرة الناس الذين يريدون ان يعملوا لمصحة الاسلام والمسلمين ما زالوا يعني ما زال في العروبة يعني رجال وما زال في الكنانة سهام ونصال اذا بس نريد نحن ان نخطط وان نرى ما الذي جعل هذه الامم تلاعى علينا الرسول صلى الله عليه وسلم وضح مسألته ان المهابة تنزع من قلوب من صدور الاعداء علينا فالذلك لما يعني لما يقتل يعني احد من رعاية الدول التي تقال عنها انها عظمة يعني الدنيا تقوم ولا تقعد اذا اسر انسان من الكيان او غيره الدنيا تقوم ولا تقعد لكن ان يقتل من ابنائنا وابناتنا في كل بقاع الارض الدماء وسفق الدماء للمسلمين على الارض هذه يعني قتل يعني امرئ في غابة مسألة لا تغطفر وقتل شعب باسره مسألة فيها نظر فلابد ان المسألة نعيد النظر مرة اخرى تصابون بالوهن قالوا من الوهن يا رسول الله قال حب الحياة وقراهية الموت اذا لماذا نكره الموت لاننا عمرنا دنيانا وخربنا اخرانا والانسان بطبيعته وطبيعة تكوينه انه يعني 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 يأنف يعني يحب العمران ويكره الخراب حتى جاء رجل لابراهيم بن ادهم وقال له وهو لا يعرف اين العمران يا شيخ فخرج به من المحلة من المكان القرية الذي فيه شوارع وحواري وازق ووالى اخره الى ان شارف اخر القرية فوجد مكانا بلقع مكان فاض قال اين العمران يا شيخ قال اتبعني فوصل به الى المقابر قال يا شيخ اقول لك اين العمران تأتي بي الى المقابر قال هنا العمران وهناك الخراب كل الذين هناك يأتون الى هنا ولا واحدة من هنا يعود الى هناك فإذا انظر إلى نظرة الصالحين في قضية فقه وفهم القضايا الحقيقية ولذلك قال يا أبا حازم لماذا نكره آخرتنا ونحب دنيانا قال يا أمير المؤمنين لأنكم خرفتم أخراكم وعمرتم دنياكم الإنسان بطبيعته فعلا لا يحب الخراب ولذلك الإنسان لما يصب الوهن ما هو الوهن يا رسول الله قال حب الحياة وقراهية الموت يعني الخوف من الموت أمر طبيعي الخوف ممن بعد الموت أمر طبيعي أنا أخاف يا ترى أنا عملت أحصاه الله ونسوه أنا فاكر من 40 سنة إذن باللي عملته والذنوب متتارية والله يعني لو كانت الملائكة تتعب لا تعبت ملائكة كتابة السيئات لكن هي لا تتعب لا تكل لا يفترون يعني ما عندهمش فتور ولا كلل ولا ملل أبدا وإنما يكتبون يعني الرسول يكتبون بالحق يكتبون ولا يظلمون الناس وإنما نحن الذين نظم أنفسنا إذن حقيقة الأمر الإنسان يخاف مما بعد الموت يخاف من الامتحان الشديد يخاف من هذا الابتلاء الخطير ذلك والله يعني بداية حتى لا يضيع الكلام بدون عنوين ثابتة واجب علينا وقل وأنا أولكم أن نتوب إلى الله توبة خالصة النصوح أن ننزع أن نندم أن نعزم على عدم العودة إلى ما يغضب الله مرة أخرى هذا أمر نعيد الحقوق إلى أصحابها هذا أمر نخطط لمستقبلنا إن شاء الله لتعمير الدنيا بمنهج الآخرة هذا أمر نربي أولادنا على المنهج هذا أمر لا نظم زوجاتنا هذا أمر لا نهمل أبناءنا هذا أمر نخلص في العمل هذا أمر نكون أمنا هذا أمر نكون صادقين هذا أمر لا داعي للفساد الإداري والرشاوة التي تدمر الأمم أي أمة تتخلف أعلم أن الفساد الإداري داخل فيها أي شعب يتخلف أي دولة تصير في المؤخرة أعلم أن الفساد صار ينخر في عظامها وصارت الآد تمتد إلى المال الحرام وصار الناس لا يرقبون في الناس إدا ولا ذمة وصار المال نهبا المال العام صار عندما يصبح نهبا لمن كل من هب ودب هذه كارثة كبرى نحن يجب أن نصحح مفاهيمنا ونعيد ترتيب أولوياتنا في البيت المسلم وفي المدرسة المسلمة وفي المستشفى المسلمة وفي المؤسسة المسلمة وفي الوزارة المسلمة وفي بيئتنا العربية والإسلامية عندما يصبح نهب منهج هذا المنهج يجب حتى أن صراحة الدين الأيوب لما أرد طرد الصريبين من بيت المقدس ما الذي صنعه صحح مفاهيم الناس وألغى بعض المذاهب الهدامة التي كانت تدرس في الأزهر ثم بعد ذلك لما صحح مفاهيم الناس وعقائل الناس انتصر صراحة الدين وكان ليبتسم وعندما تعني لأحد قواده نكته أو طرفه فكل يضحك إلا صراحة الدين يقولون لما أيها القائلة لا تضحك قال أستحي من ربي أن أبتسم وبيت المقدس في أيدي الصريبين ولما ذهب يعني وأعاد بيت المقدس مرة أخرى بفضل الله عز وجل إلى الإسلام وإلى المسلمين سيدة لله شاكرة وأخذ بعضا من التراب الذي كان في أرض حطين تحت سنابك الفرسة ووضعها في كيس وقال إذا مت فضعوا هذه في قبري هذا الكيس من التراب حتى إذا حسبت قلت يا رب هذا تراب داسته الفرسان المسلمين لتحرير بيتك المقدس الذي ظل في أيدي الاصطرابين 92 سنة سبحان الله فأنا أريد أن أقول للأمهات بالذات التي هن وعول عليهن الأمر الكثير في تربية الأبناء والبنات لأن حقيقة للأباء أصبحوا مشغولين جدا بمسألة الرزق ومسألة الارتزاق فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إراقي أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا بين الرجال يجنف الأسواق في دورهن بيوتهن كشؤونهن كثيرة كشؤون رب البيت والمرزاقي إذن يعني إذن المسألة عليها مهمة إيه المهمة أم صرح الدين وهي ترضعه ما كانت تظن أن هذا الطفل الذي ترضعه الآن بعد خمسين سنة أو اتنين وخمسين سنة سوف يكون على يدي تحرير بيت المغدس وأنت انظري إلى طفلك وإلى طفلتك وقولي إن هذه سوف تكون كأسماء عندما وقفت أمام أبي جهل وهذه كأسماء ذات النطاقين الذي كانت تذهب بالطعام إلى أبيها والرسول صلى الله عليه وسلم في الغار هذه أسماء التي وقفت أمام الحجاج وتقول له أنت كاذب ومبير إذن يعني ننظر إلى بناتنا بهذه الهمة ننظر إلى أبنائنا ونقول هذا خالد بن وليد وهذا معاذ بن جبل وهذا سعد بن أبي وقاط وهذا عثمان بن عفان وهذا صلاح الدين وهذا ابن تيمية وهذا ابن القيم مرة أخرى الذين يقولون نحن لا نقول بتناسق الأرواح وهذا الأمر لكن نقول باستثارة الهمم أن نعود إلى ما كان يعني لن تصلح أمر هذه الأمة أو آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها صلح أولها على الكتاب والسنة ولن يصلح آخرها إلا على ما صلح عليه الأولون كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم سوف تدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكرة إلى قصعتها قالوا أو من قدة نحن يومها يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير أو بل أنتم كثير ولكنكم غثاء خغثاء السيد ينزع الله من عدوكم أو من صدور أعدائكم المهابة منكم وتصابون بالوهد قال وملوهن يا رسول الله قال حب الحياة وقراهية الموت نحن نريد أن نقول نعمر الدنيا بمنطق الآخرة نعمر الدنيا بمنطق الدين لا وجود لنا في هذا الكون إلا بتمسكنا بكتاب ربنا الذي لأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولن نخسر أبدا من تاجر مع الله وخسر قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هذه التجارة الحقيقية التجارة التي لتأتيها الأزمات العالمية ولتأتيها الضربات الاقتصادية وإنما هي تجارة رابحة إذا استقمنا على طريق الله عز وجل كان النصر إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ثبت الله أقدامنا على طريقه ووفقنا وإياكم إلى مرضاته وجعلنا وإياكم مما يستعمون القول فيتبهون أحسنة لا تنسوني من صالح دعائكم ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة